السلام عليكم مرحبا بكم في اليوم السادس والعشرين هذا اليوم عبارة عن تحريك الجسم كامل بطريقة مميزة وجميلة بعد التحمي وهذا الشيء ضروري جدا راح تحتاجين الى اثقال تحتاجين الى ماء وتحتاجين الى فرشة في تنبيه بسيط قالت لكم بداية التمرين ولو لاحظتوا الفيديو تشفينها تشرح للفخذ الخلفي تقول لك اثناء قيامك بتمارين تحريك الفخذ الخلفي واجهة حسي بالمس او الاستريتش او امتداد العضلة وانت نازلة ضروري هذا الشيء وهذا الشيء دائم انا اشرح اثناء التمرين بدا الفضول اذا جاك لما تشفين الفيديو هي قاعدة تشرح الفخذ الخلفي فهذا هو المعنى قاعدة تقول لك حسي فيه اذا انزلت تمرين اليوم عبارة عن جميع اجزاء الجسم بطريقة معينة وجميلة الطريقة هي عبارة عن خمس جولات كل جولة عبارة عن اربع تمارين كل جولة عشر دقائق لاحظة عشر دقائق ولكن الاربع تمارين عبارة عن عدات مختلفة مثلا الجولة الاولى التمرين الاول عبارة عن بس عدة واحدة بعدها التمرين الثاني عبارة عن خمس عدات بعدها التمرين الثالث خمس عدات هالأشياء وافع عندك مع بداية الجولة وراح اشرحها بس العدات غير ثابتة تتغير بتغير الجولة إذن عندي خمس جولات الأربع جولات الأولى عبارة عن أربع تمارين بعشر دقائق والجولة الأخيرة عبارة عن دقيقة كاملة بتمرين واحد مركب فقط لذا هيا بنا الجولة الأولى أول تمارين تمارين الضغط على الظهر ثم فتح الذراعين من أحد الجانبين لاحظة أني قلت الضغط يعني أول شيء راح تسحبين ثقلك باتجاه ظهرك بعدين تفتحين من الجانب مرة يمين مرة شمال واحد فقط التمرين الثاني تمارين ضغط الصدر إلى الأسفل خمس عدات التمرين الثالث تمارين السكوات الموسع بخمس عدات التمرين الأخير تمارين الركوع بخمس عدات طبعا تمارين الركوع دائما حاوض على الركبة في مساحة آمنة برافو عليكم خلصت العد ابدأي من الأول من أول حركة وعدة واحدة ثاني حركة وخمس عدات ثالث حركة خمس عدات ورابعة حركة خمس عدات وهكذا حتى تنتهي العشر دقائق لا ننسى الشهيق والزفير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الثانية الجولة الثانية عبارة عن تركيز على جانب واحد بالاتكاع على احد الركب على الارض سحب الثقل باتجاه الظهر مرتين بعدها الضغط على العضلة الامامية للدراع مرتين بعدها الضغط على الاكتاف برفع الثقل للاعلى مرتين واخر شي تحرك الركبة الخلفية للاعلى والاسفل مرتين مجرد ما تنتهي العد مرر الثقل من تحت الفخذ وبدأ يسحبيه وبدل الاتجاه وهكذا خلصتي الاربع تمارين بدل الاتجاه خلصت اربع تمارين بدل الاتجاه هدو خذي شهيق وزفير اركزي على التمرين دائما كني حذر في التعامل مع الثقل خاصة اذا كان عالي ومرتفئ ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة أول حركة حركة الانسداحة الكامل مع بسط القدم بشكل شبه مستقيم ويبدأ يركز على قدم محدى أطلع بمؤخراتك وأنزلي الآن نفس الحركة ولكن بدل القدم عشر عدات اليمنى بعدها عشر عدات اليوسر الآن الحركة الثالثة أغلقي الساق أو أغلقي قدميك ضميها باتجاه الفاخذ ويبدأ يرفع المؤخرة وأنزلي عشر عدات رفعك للمؤخرة على أطراف أصابع القدم أثناء رفع المؤخرة وضغطها الأعلى رفع رجولك على أطراف أصابع أقدامك آخر شيء ريحي جزءك السفلي ابدأ يفتحي سيقانك بشكل بسيط وادفعي بي وادفعي بالثقل إلى الخلف بعدها للأمام لاحظة إن الأمام هو المستوى الصدر يعني لا يروح في اتجاه البطن أو في اتجاه الأرجل من الصدر إلى الخلف ولاحظة أثناء نزول الدراع إلى الخلف فيه إنعكافة أو فيه ثانية بسيطة في الكوع الآن رجع للحركة الأولى رفع المؤخرة ونزولها على قدم واحد الأرجل تكون في وضعية شبه مستقيمة عشر عدات للأيمن عشر عدات للأيسر حركة تالية بعد انقباض القدمين ارفعي المؤخرة على أطراف أصابع القدم ونزليها الحركة الأخيرة هي عودة الثقل إلى الخلف مع الحفاظ على الكوع في مساحة آمنة وهكذا حتى تنتهي العشر دقائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 بعدها أصل الراحة تامة ونبضات قلبك تحافظ على ارتفاحها وبالتالي السعرات تبدأ في الارتفاع والحرق يبدأ في الارتفاع آخر حركة هي حركة بسيطة وجميلة ثبتي أثقالك على الأرض انزلي بصدرك للأسفل وضعية القوع يكون بجوار الجسم بعدها ارفع أثقالك وأقيمي جسمك لاحظة أنك راح تقومين في وضعية الجلوس لما تقومين بعدها راح يستقيم الجسم أول شيء وضعية الجلوس بعدها أقيمي جسمك أثناء إقامة جسمك كوري المؤخرة وبكذا برافو عليكم خلصنا تمرين اليوم الرائع هو بسيط جميل ولكن ليس سهل لذا هو ممتع في النهاية شكرا لكم على استمتاعكم وإنجازكم لأنفسكم في أمن الله ألقاكم في اليوم التالي لا ننسى دعم القناة بالاشتراك بيها ونشرينه ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا